تستهدف الحكومة خلال موازنة العام المالي المقبل تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بدور أكبر للقطاع الخاص في نشاط الاقتصادية باعتباره قاطرات التنمية والتعافي الاقتصادية وذلك بهدف دفع معدلات الانتاج والتصدير وتعميق المكون المحلية زيادة الانفاق على تحسين أحوال المواطنين مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مستهدفات رئيسية تضعها الدولة في الاعتبار في أعداد خطة وموازنة العام المالي المقبل 2024-2025 وهي الموازنة التي يبدأ العمل بها مع بداية شهر يوليو المقبل هذه المستهدفات تأتي تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بزيادة الانفاق العام على تحسين الأوضاع المعاشية وتحقيق التنمية المستدامة مع الالتزام بمصار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعية وفي هذا السياق تحرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة حياة كريمة ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف لإرساء دعائم حياة كريمة تحقيق تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة كما تمضي الدولة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمساندة القطاعات الوعدة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمسل لمواردها وتحفيز تنفسية الاقتصاد المصري دوليا من خلال تحسين بيئات الأعمال وتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزا للاستثمار وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيات الصغر ولتحقيق هذه المستهدفات من خلال اقتصاد قوي تمضي الدولة في السياسات الاقتصادية التي تركز على الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلي مع التوسع في منح دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبنها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها في مختلف مناحي الحياة كما تستمر الدولة في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلية وتعميق سياسات الانضباط المالية حيث تستهدف تسجيل فائد أولي لا يقل عن 2.5% من الناتج المحلي سنويا في المدى المتوسط ووضع معدلات العجز والدين في مصاري النزولي على نحو يسهم في إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وامتلاك الاقتصاد المصري القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية